بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أخطر الصلاة و تم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال التراطي في التوحد أسعد و أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأسان محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة لغتي و التي نقوم بتدريب أبنائنا من ذوي الطراطي في التوحد عليها نبدأ و على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون الحديث مستمرا في هذه الجلسة تحدثنا في الجلسة الماضية و في هذه الجلسة عن الإجابات عن أسئلة حول نص الاستماع بعد سماع النص بشكل صحيح هنا لدينا الجلسة الثانية كان الحديث عن الأسرة ستذهب إلى البر و أحد نصوص الاستماع و أشرنا إلى طريقة أحداث القصة و كيف بدأت و كيف يستمع الطالب بالبداية الاستماع الجيد ثم نتحدث في هذه الجلسة من جانب التطبيقي بشكل أكثر عن طرح الأسئلة حول هذه الصور و إجابة الطالب عنها إذن طلب تأمل الصور التي تحكي النص المسموع و طرح أسئلها حول هذه الصور مثل ماذا نشاهد في الصورة الأولى و الثانية و كم عدد كذلك الشخصيات في هذه المشاهد و هل نعرفهم إذن نلاحظ نوجه أسئلة ما الذي نشاهد من هم الشخصيات نوجه أسئلة عن النص الذي استمع إليه يعني من هي هذه الشخصيات الذي شاهدهم كم عددهم هل هم أقارب أوجه أسئلة يعني من خلاله هو استمع ثم شاهد الصور من خلاله و شاهدة الصور سيتذكر النص الذي استمع إليه و أوجه إليه بعض هذه الأسئلة عن هذا النص الذي استمع إليه بطريقة صحيحة و نشاهد كذلك على سبيل المثال بالإمكاني استخدام إحضار نفس هذه المهارات و على نفس هذه الطريقة لهذه الأسئلة بالإمكاني استعراض على سبيل المثال في هذا النص الذي قمنا باستعراضه كان هنا نص آخر كذلك متعلق الذي أشرنا إليه عن النحلة و الحمامة و السقر الذي أخذ صغرها أوجه سؤال من الذي ساعد الحمامة الجواب هنا لدينا بسيط دائما أنه هي النحل النحل هو الذي ساعد الحمامة عندما أوجه مثل هذا السؤال البسيط سيجيب من الذي ساعد الحمامة يكرر نفس السؤال هذا ملحوظ عند العمل مع ابنائنا في كثير من الحالات يجيب بنفس السؤال أوجه سؤال يجيب بنفس السؤال توجه سؤال يجيب بنفس السؤال الذي قمت بتوجيهه ولا يعني يذهب إلى فهم واستيعاب المعنى الذي توصل إليه فمهم دائما العمل لا على أن يجيب الإجابة الصحيحة وتشجيع قدر الإمكان ولو أجاب إجابة واحدة من كل هذه الصور صحيحة في البداية ثم بعد ذلك إجابتين من جميع هذه الصور الأهم أن يتقدم هذا الفهم والاستيعاب ويبدأ في مراحل مبكرة من تدريب الطالب من قبل أن يلتحق بالبرنامج والمدرسة وكذلك في المراحل الأولى من عمر الطالب والتحاق في هذه البرامج أدرب الطالب على مثل هذه المهارات إجراءات تنفيذ ماذا يفعل كل منهم ماذا تتوقع أن يكون عنوان النص الذي ستستمع إليها والذي استمعت إليه يعني ماذا يفعل كل واحد منهم الصورة التي نستعرضها للأسرة التي كانت في البداية يذهبون إلى البر وأن هناك أطفال يلعبون هناك الأم مثلا أو الأب مثلا والعم يشربون الشاه وقهوة ونحو من هذه الأجبات التي تكون عن الصور التي شاهدها يعني هو شاهدها أمامها واستمع إليها وربطها مع هذه الصور الإجراءة عرض المادة المسموعة عن طريق جهاز التسجيل عن طريق قراءة المعلمة ومعلمة يعني كما أشرنا الاهتمام بالبر كود الموجود في الكتاب من خلال الجوال الأم الأب في البيت المعلم سيقوم فقط بمسح البار كود وتصويره عبر الجوال سيشتغل هذا المقطع ومن خلال الاستماع للطالب لهذا النص وربطه مع الصور التي يشاهدها نحاول إيصال هذا المعنى أو يقرأه الأم أو المعلم بشكل مباشر مهم عند إعطاءة المناسب في البيت عندما جعله هو يستمع إليه من جوال أو نحوه أن يكون بإشراف من الأم والأب كذلك لأنه بالتأكيد أعطيه جوال هو دائما يستخدم الجوال في كثير من الأحيان للعب بعض الألعاب مشاهدة اليوتيوب فمهم جدا أن أنت بعيد عن جميع هذه المشتثات هو تحت إشراف الأم والأب حتى لا يقوم بتشغيل أشياء أخرى غير هذا النص الاستماع وأنه فقط هذا يعني كجهاز لسماع هذا النص وهو يجب عليه أن يشاهد الصور الموجودة الأمامة والتي بالإمكان نحن نتحدث دائما انطباعتها من موقعين سنجد جميع هذه النصوص التي تساعد على الفهم والاستماع وتوجيه أسئلها على هذا النص الذي يستمع إليه عرض أسئلة الكتاب من خلال الوسائل المتاحة أو كتابتها على السبورة توجيه الإجابات لتحقيق أهداف الاستماع رابعا الاستماع مرة أخرى لمقاطع محددة بهدف تنفيذ النشاط 1 و 2 و 3 سنشير إليها لدينا بعض الأنشطة التي تكون كذلك على هذا النص يستمع إعادة سماع مقاطع محددة لتنفيذ النشاط كذلك الأخير نلاحظ هنا هذه الأسئلة يجيب عليها شفاهيا يجيب شفاهيا عن الأسئلة الآتية لا نريد منها الكتابة لا يجب كتابة بعض النصوص أريد من أن يجيب شفاهيا عن هذه الأسئلة هذه الأسئلة بسيطة جدا من خلال إذا كان استمع بشكل جيد و شاهد الصورة يعني يشاهد مثلا في السؤال الأول على سبيل المثال ماذا طلبت نورة من والدها ماذا طلبت نورة من والدها في بداية الصور التي استعرضناها في البداية كانت نورة بجانب والدها و تطلب منها أن يذهبون في رحلة برية و أن يكلم عمها الذي أخوه يعني أخوه و يتوجهون إلى البر يعني فماذا طلبت من والدها من خلال ربطه مع أول صورة و يشاهد الطالب يشاهد الصورة أمامه في الكتاب و يربطها مع الذي قالت و استمع إليه من خلال هذا النص و ربما أقوم بتشغيل المقطع مرة و مرتين حتى يستطيع الفهم و الاستيعاب ربما على هذا السؤال أعرض نص الاستماع الذي يتحدث عن هذا السؤال و هو إجابة هذا السؤال و لن يستطيع إذا لم يعني كثير مع ابناني يعني أستعرض هذا المقطع الذي فيه نورة تطلب من والدها مكالمة عمها و الذهاب في رحلة إلى البر سنجد أن في كثير من الحالات لا يستطيع الإجابة إذا لم يتدرب يعني الطالب على الانتباه للمهارات المتعلقة للاستماع و الإجابة عنها يعني أقوم باستعراض فقط هذا المقطع عن نورة و ماذا قالت لوالدها ثم قالت لوالدها و ثم أسأل الطالب ماذا قالت نورة لوالدها فسيجيب بنفس السؤال يعني نفس السؤال الذي وجهناه يعني ماذا طلبت نورة من والدها سيجيب والدها نورة ماذا طلبت لن يجيب على هذا السؤال إذا لم يتدرب على أن يستمع بشكل جيد ثم بعد ذلك هل نفذ الطالب هل نفذ الوالد طلبها هل نفذ الوالد طلب نورة بأن اتصل على العم يعني هي بسيطة في ثنايا القصة هذه الأشياء البسيطة مهم جدا أن يجيب يعني نفذ الطلب أو لا كمعلم كأب سيجد يعني يجد أنها سهلة جدا ولكن مع ابنانا خصوصا من ذوي الطراطيف التوحد يعني أكد عليها لأن لديهم مشاكل كبيرة و متعلقة في أن يتواصل و يتفاعل لن يستطيع الإجابة عليها فمهم دائما تكرار وتعزيزه و محاولة يعني أكرر المقطع أكثر من مرة أقول لا أركز ها ماذا فعلت لاحظ هل استجاب أكرر هذه الأسئلة و أحاول تعزيزه حتى يستطيع الإجابة و بإذن الله تعالى بهذه الطريقة و الإستمرار عليها سيستطيع مع التقدم في الوقت الإجابة معرفة التركيز مع هذه الصور التي يشاهدها و النص الذي يستمع إليه و سيستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة و نستمر بأن يجيب شفهي على الأسئلة الآتية جميعا إلى من تحدث الوالد في الهاتف كيف تعاونت الأسرة كلها أسئلة بسيطة جدا ربما دائما دائما في الأخير الذي يكون سؤال صعب و يحتاج إلى مهارات أحيانا متقدمة إذا أجاوب علي ممتاز لم يجب علي كذلك لا مشكلة أنه أقترح عنوان آخر للنص أقترح عنوان آخر للنص ذي صعوبة يعني أنه ليس الذي يستمع إليه و أحاول منه أن يفكر و يبدع و يحظى النص آخر هنا مهارة متقدمة إذا استطاع إحضار نص آخر غير العنوان الذي تدرب عليه مثل إلى البر في مثل هذا النص ممتاز جدا أو أكتفي بالمهارة و القدر الذي وصل إليه بعد ذلك لدينا هذه الأسئلة مهم جدا أن نستمر فيها و محاكاتها و يعني العديد من الأنشطة خرجت الأسرة برفقة من يختار الإجابة الصحيحة كان أي وقت الفائز في سباق الجاري كان في القصة كذلك من هو كل هذه الأسئلة البسيطة المتاحة جدا يعني المتاح للطالب بسهولة أن يفهمها و استوعبها هذا قمنا بالتركيز معه من خلال استماعي للنص بشكل صحيح و إجابتي على هذه الصور التي يشاهدها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة طبتم و طابة أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته